عايز ابتدي بحاجة انا بمفهمش فيها بسألة يعني معقدة جداً لكن اللي بفهم فيه التوازن مش عايز سميه صراعة عايز سميه التوازن لان هو ده اللي لازم يحصل في الايام القادمة التوازن بين الدولة والتجار انا بفهم في ده تفاصيله بقى هو بكام وكان بكام والربح وحطنا عليه الكهرباء والنقل وانا بمفهمش في ده والنهار ده على فكرة معانا وزير التموين المصري فيعني دكتور علي مصلحي ده الراجل اللي مسؤول عن هذا الامر وقدر يفسره بس انا عايز اتكلم في الجزئية هي دي اللي بتهم كل المصريين العيش طيب احنا عارفين العيش نوعين عيش مدعوم وعيش حر المدعوم ده تقريباً ما لناش دعوه به وانا بقول تقريباً ليه انه تقريباً ما لناش دعوه به بشيلن هو ده اللي موجود ملايين المصريين بيستخدموه حط ده على جنب ده مش هتكلم فيه ومش داخلين فيه في مفاوضات مع حد يعني فوجه طرفين هو طرف واحد الحكومة بس خليه على جنب الموضوع التاني وده يطيبوا لي ان انا ما اتكلمش عن العيش بس العيش ومشتقاته يعني انت فكر كده في المغبز المغبز مش عيش بس المصريين بيشتروا عيش وبيشتروا مخبوزات وبيشتروا نواشف اشياء كثيرة يعني الحاجات دي الكم يوم اللي فاتت زادت حبيقول معلومة طيب الانتظار الان من فئة المخابز والخبازين لقرار الحكومة احنا بنبيع عيش بخمسة وسبعين وبجنيه في مواطن الرئيس قبله قال له انا ببيع بخمسين انما يعني الغالب الاعم خمسة وسبعين وجنيه ممكن ممكن ستين ممكن النمى المهم هبنتكلم على خمسة وسبعين وجنيه الحكاية ايه دلوقتي هو بيقولك انت بتديني طن الدقيق بكام انا عايز اعرف انا هاخده بكام فانا اقولك انا هبيع بكام المدخلات اللي موجودة في العيش اللي مش بلدي العيش اللي مش بلدي فيها خميرة فيها سمسم فيها بعض الاضافات كل دي غلت يعني الخميرة انا عدت بقى اقرى كده هي الخميرة زادت اهو الخميرة زادت السمسم زاد السمسم زاد فيبقى رغيف اللقمة اللي احنا بقينا بنسميه لقمة دلوقتي اللقمة اللي هي بسمسم وبخميرة وابدقيق كل مكوناتها زادت اشتركوا في القناة